اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلة شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري ومعنا فضلة الشيخ مصطفى البدري أهلا شيخ مصطفى أهلا بك أخ مصطفى أهلا بك خكره يا أهلا بك النهاردة معنا أيضا حديث واحد نعم نبدأ مباشرة بقراءة الحديث إن شاء الله نعم تفضل طيب نعرض الحديث باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل لقوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا فإذا كان على الحقيقة فهو على قوله جل ذكره إن الدين عند الله الإسلام حدثنا أبو اليماني قال ومن يبتغي لعدها ومن يبتغي غير الإسلام دينا فنن يقبل منه النسخة اللي عندي ما فيهاش هذه تمام تمام هذا مختصر أنا واخد من المختصر فهل مذكورة عندك في النسخة اللي عندك؟ نعم في النسخة الأصلية وقوله وقوله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فنن يقبل منه نعم لزاك الله خيرا حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا فقال أو مسلما فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي فقلت ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا فقال أو مسلما ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا سعدو إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار نعم أعوذ بالله السماعين من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة المتقين ولا عدوانا إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد فلا يزال الإمام البخاري يتحفنا بعلمه وفقهه وفهمه وخاصة في أبواب الإيمان التي نحن بصددها فالبخاري رحمه الله يشير في هذا الباب إلى خلاف وقع بين العلماء فيما يتعلق بمسمى الإيمان ومسمى الإسلام يعني ما يتعلق باللفظ وأراد أن يشير إلى هذا الخلاف ثم يبين مذهبه أو الرأي الذي يميل إليه في ذلك قبل أن نتكلم عن ما ذكره البخاري ورأيه نذكر إسناد الحديث شيخ البخاري أبو اليمان الحكم ابن نافع شيخه شعيب ابن أبي حمزة شيخه محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري تكلمنا عنه تكلمنا عن الثلاثة قبل ذلك قال الزهري أخبرني عامر بن سعد ابن أبي وقاص عامر بن سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه عن سعد سعد هذا الصحابي الجليل سعد ابن أبي وقاص الذي كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا سعد خالي فليرني أحدكم خاله كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتخر به يفتخر بسعد وهذا أول واحد من العشرة المبشرين يرد معنا يعني ورد معنا قبل ذلك عدد من أفاضل الصحابة الكرام وذكرنا طرفا من فضائلهم لكن عند عامة المسلمين معروف وورد في حديث مشهور في الصحيح ذكر عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لقبوا بالعشرة المبشرين فعندما يقال اسم واحد منهم يقال واحد من العشرة أو أحد العشرة فسعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه واحد من هؤلاء العشرة الذين عاشوا حياتهم وقضوها وهم يعلمون قطعا وجزما أنهم من أهل الجنة يعني كانوا يسيرون على الأرض وعندهم علم يقيني من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يوحى إليه من ربه جل وعلا أنهم من أهل الجنة وسبحان الله تجد عملهم ليس كسلا ليس اتكالا ليس اعتمادا على ما بشروا به لا تجد عملهم يناسب المكانة التي وضعوا فيها عندما يبشرهم ربهم تبارك وتعالى وهم أحياء أنهم من أهل الجنة فتجد عملهم مناسبا لهذه المكانة التي تنتظرهم بين يدي الله تبارك وتعالى فكان سعد رضي الله عنه واحدا من هؤلاء الذين شهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم المشاهد كلها يقال شهد كل المشاهد يعني شارك مع النبي عليه الصلاة والسلام في كل المعارك والحروب التي خاضها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من المبرزين في مسألة القتال والجهاد وخاصة في الرمي كان مميزا جدا في الرمي بالسهم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له وهذه الكلمة يعني العكس هو المشهور وأنها تقال للنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول له ارمي سعد في ذاك أبي وأمي معروف أن كل الصحابة كانوا يقولون للنبي عليه الصلاة والسلام في ذاك أبي وأمي ونحن نقول هذا عندما نذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن انظر إلى مكانة سعد وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه وكيف كان مسددا ببركة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام له كان يقول له ارمي سعد في ذاك أبي وأمي حتى لقب بأول رام في الإسلام وكان ملقبا أيضا بفارس الإسلام كان في الفروسية بارزا بارعا جدا رضي الله عنه وألحقنا به على خير أيضا من فضائل سعد أنه كان من مستجاب الدعوة كان مستجاب الدعوة لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بذلك فقال اللهم استجب دعوة سعد فأصبح مجاب الدعوة رضي الله عنه وكان إذا دعا لأحد مريض يشفى بإذن الله عز وجل كان إذا دعا لأحد بدعوة تستجاب مباشرة بأمر الله تبارك وتعالى عاش سعد حتى بلغ عمرا قريبا من الثمانين بعض المؤرخين يقولون إنه مات بعد الثمانين وبعضهم يقول إنه مات قبل الثمانين كانت وفاته على بعد حوالي عشرة أميال من المدينة فأبى الرجال إلا أن يحملوا جثمانه مشيا إلى المدينة لا يوضع على عربة ولا يأتي فرس أو شيء من ذلك لا حملوه على أعناقهم مشيا طيلة هذه المسافة حتى وصلوا به إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين هذا راوي الحديث الحديث فيه أظن كلمة واحدة تحتاج إلى معنى فقط وهي قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا يعني أعطى جماعة كان عنده مال من مال الصدقة فكان عليه الصلاة والسلام يوزعه كعادته بل حتى من يراه من الكفار كان يقول هذا الرجل يعطي عطاء من لا يخشى الفقر كان سخيا كريما عليه الصلاة والسلام وكانت الصدقات محرمة عليه فكان يعطي هذه الصدقات وهذه الزكوات لمستحقيها من فقراء المسلمين فكان يعطي عددا من الناس لكن هناك رجل سعد يعرفه ويحبه لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعطيه فيقول سعد يا رسول الله ما لك لا تعطي فلان وأنا أراه مؤمنا فوالله إني لأراه مؤمنا فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول له أو مسلما وهذه التي سنقف معها في تبويب البخاري كرر سعد هذه الكلمة والنبي عليه الصلاة والسلام يكرر نفس الجواب ثم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام العلة في ذلك فيقول يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار خشية أن يكبه الله في النار قال العلماء النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن هذا المال يصلح أناسا ويفسد آخرين هناك من الناس من إذا اغتنى طغى ومنهم من إذا افتقر ترك الإيمان ترك الإسلام فهؤلاء كان يعطيهم النبي صلى الله عليه وسلم الذين إذا تألموا من الفقر تركوا الإسلام وابتعدوا عنه هؤلاء المسمون المسمون بالمؤلفة قلوبهم والآخرون الذين أشار إليهم النبي عليه الصلاة والسلام هنا هؤلاء المال يضرهم وهو في حاله هذا سعد يقول إنه رجل مؤمن رجل صالح أرى منه الصلاح والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن صلاحه هذا طالما بقي على حالته سيستمر صلاحه لكن إن اغتنى أو حصل منه أو أصابه شيء من المال فإنه سيفسد لذلك قال أو مسلما لأنه على حال يقبل بالإيمان ويعيش في رحابه وعلى حال أخرى يهتز إيمانه ويضعف وقد يبتعد عن هذه الدائرة بالكلية هذا المعنى الإجمالي للحديث نرجع إلى تبويب الإمام البخاري وكيف أنه يبث فقهه وعلمه في هذا في التبويبات التي يذكرها البخاري رحمه الله ورضي عنه قبل الأحاديث التي يذكرها ويذكر آيات الآيات هذه يدلل بها على المعنى الذي يريد الوصول إليه رحمه الله يقول باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام البخاري يقول إن هناك إسلاما حقيقيا أي الذي اجتمع فيه إيمان القلب مع إسلام الجوارح وعمل الجوارح هذا هو الإسلام على الحقيقة لكن إذا كان فقط عمل الجوارح شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج ومثل هذه الأعمال دون أن يتحصل الإيمان القلبي هذا ليس إسلاما على الحقيقة لكنه وصفه بأنه الاستسلام أو الخوف من القتل كما كان حال المنافقين المنافقون كانوا يصلون ويصومون ويزكون ويحجون ويجاهدون في صفوف الجيوش المسلمة لكنهم رغم ذلك لم يحصلوا الإيمان ونزل القرآن يتكلم عنهم كثيرا وينفي عنهم صفة الإيمان بل عاتب النبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى على رأسهم عبد الله بن أبي ابن سلول عليه من الله ما يستحق فهنا البخاري يقول إن الإسلام قد لا يكون حقيقيا قد يكون ظاهرا فقط تمام واستدل بقول الله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا سبحان الله ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم طبعا هذه الزيادة لم يذكرها البخاري لأنه لا يريدها لكن مما يهمنا هنا أن الله تبارك وتعالى لما تكلم عن هؤلاء الأعراب قال ولما يدخل الإيمان في قلوبكم قال أهل اللغة أهل الاختصاص قول الله تعالى ولما دليل على أن الإيمان سيدخل في قلوبهم هو لم يدخل في هذا الوقت هذا الإيمان لم يدخل إلى الآن لكنه سيدخل والله عز وجل يعلم ذلك من حالهم أنهم قريبون من حقيقة الإيمان وأن إيمانهم سيتحقق بعد ذلك وسيحسن إسلامهم لذلك لم يوصفوا بأنهم منافقون لم يوضعوا في مصاف المنافقين فرأي البخاري هنا أن هؤلاء القوم في هذه المرحلة لم يكونوا مسلمين في هذه المرحلة في هذا الوقت الذي نزلت فيه هذه الآية لم يكونوا مسلمين وأن نفي الإيمان عنهم هو نفي لحقيقة الإسلام وإن كان ظاهر اسمهم الإسلام تفهمني يا أخي مصطفى؟ نعم نعم يعني يقول إن الله تبارك وتعالى نفى عنهم الإيمان وطبعا الإنسان الذي لا يحصر الإيمان لا يكونوا مسلما طيب لماذا قال الله عز وجل لهم ولكن كل أسلمنا يقصد أنهم فقط حققوا الظاهر الذي به يعاملون في الدنيا معاملة أهل الإسلام وهذا هو الرأي الذي يميل إليه البخاري رحمه الله أن مصطلح الإسلام هو مصطلح الإيمان يعني عندما تقول فلان ليس مؤمنا إذا ليس مسلما حتى لو كان يعمل الأعمال الظاهرة تمام وإذا قلت فلان ليس مسلما إذا ليس مؤمنا تمام فقال فإذا كان على الحقيقة قال البخاري فإذا كان على الحقيقة كان الإسلام على الحقيقة فهو قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام فيفرق البخاري بين قول الله عز وجل لهم ولكن قولوا أسلمنا بأن هذا ليس إسلاما على الحقيقة وبين قول الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام هذا هو الدين الحقيقي الذي ينتفع به أهله بين يدي الله تبارك وتعالى لذلك ذكر الآية الأخرى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين فالإسلام هنا يشمل معنى الإيمان هذا ما قاله البخاري وهو الذي نسبه ابن عبدالبر الإمام المالكي المشهور إلى كثير من السلف ومنهم أصحاب مالك والإمام الشافعي رضي الله عنهم وعن علمائنا أجمعين وطبعا الظاهرية معهم داود وابن حزم الظاهريين هناك مذهب آخر مروي عن ابن عباس وعدد من تلاميذه وهو الذي قال به الإمام أحمد رحمه الله ورضي عنهم جميعا يقول لا إن المقصود في هذه الآية قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا أي كانوا مسلمين بالحد الأدنى لكنهم لم يحققوا الدرجة الأعلى حتى يوصفوا بوصف الإيمان يقولون إن وصف الإيمان هذا وصف راق وصف عال لا يستحقه الزاني لا يستحقه شارب الخمر لا يستحقه السارق رغم تحقيقهم أصل الإيمان في قلوبهم لكن لا يستحقون أن يوصفوا بوصف الإيمان واستدلوا بقول الله تعالى بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان يعني بعدما نفى عنهم الإيمان وصفهم بالفسوق وهذه درجة أدنى من الإيمان لكنها أعلى من الكفر لم تصل إلى درجة الكفر وكذلك في قول الله تعالى هو الذي حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان فجعلها مراتب المعاصي اللي هي اللمم والكبائر تجعل صاحبها موصوفا بالفسق والآخر الكفر وهو الخروج من الملة فهنا ينقسم العلماء إلى فريقين فريق يقول إن من ينفى عنه وصف الإيمان هذا ينفى عنه أيضا وصف الإسلام الحقيقي الحقيقي والفريق الآخر يقول لا بل ممكن أن تقول فلان ليس مؤمنا إنما هو فاسق وهذا مشهور هذا كثير فعندما تقول هو فاسق أنت بذلك لا تكفره لا تقول إنه فاقد لأصل الإسلام وطالما أنه محقق لأصل الإسلام فلابد أن يكون محققا لأصل الإيمان الذي هو أركان الإيمان الستة المعروفة قد اتفقوا جميعا على أن من لم يتحقق عنده أصل الإيمان لا يسمى مسلما يعني العلماء متفقون على المضمون لكنهم الآن يتكلمون عن اللفظ هل يجوز أن يقال فلان ليس مؤمنا مع كونه مسلم مسلم إسلاما حقيقيا ينفعه بينهد الله عز وجل وينجيه من الخلود في النار أم أنك عندما تنفي عنه وصف الإيمان تقول فلان ليس مؤمنا إذن أنت تكفره بهذا الوصف هذا هو خلاصة الخلاف بين الفريقين فريق آخر ذكر كلامهم الحافظ بن رجب ونسبه إلى الإمام أبي بكر الإسماعيلي يقول في الحقيقة هم ليس بينهم خلاف لكن في موطن من المواطن هؤلاء عبروا بتعبير وفي موطن آخر هؤلاء عبروا بتعبير آخر وإلا فالمشهور عن علماء السلف وبعضهم يحكي عليه إجماع أهل السنة أن كلمة الإسلام وكلمة الإيمان مترادفتان في وقت مختلفتان في وقت بمعنى أن معناهما واحد عندما يذكر مصطلح الإسلام وحده يشمل الإيمان وعندما يذكر مصطلح الإيمان وحده يشمل الإسلام لكن عندما يذكر الاثنان في نص واحد أو في سياق واحد فهنا يكون الإسلام بمعنى العمل الظاهر والإيمان بمعنى العمل الباطن لماذا يقولون هذا؟ يقولون إن هذا المعنى هو الذي تنتظم به الأدلة فعندنا مثلا قول الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام لا يتصور أبدا أن كلمة الإسلام هذه لا تشمل الإيمان فكيف ينجو بين أيدي الله تبارك وتعالى من لم يحقق الإيمان في الآيات التي ذكرناها في الأسبوع الماضي في الدرس الماضي أن العمل لا ينفع بدون الإيمان كما أن الإيمان لا ينفع بدون العمل أو دعوة الإيمان لا تنفع بدون العمل فكذلك العمل لا ينفع بدون الإيمان في كل الآيات الذين آمنوا وعملوا الصالحات لكن عملوا الصالحات دون أن يكونوا آمنوا هذا غير مقبول هذا باتفاقهم أن هذا غير وارد وكذلك في حديث وفد عبد القيس لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم عليه الصلاة والسلام آمركم بالإيمان بالله وحده أتدرون ما الإيمان بالله وحده قالوا الله ورسوله أعلم قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتي الزكاة وصوم رمضان هنا ذكر لهم ما ورد في حديث جبريل بأنه الإسلام فهنا هم يقولون إن كلمة الإيمان إذا جاءت وحدها فهي تحوي الإسلام معها وإذا جاءت كلمة الإسلام وحدها فهي تحوي معنى الإيمان معها هذا خروجا من دائرة الخلاف وبيان أن المسألة إصطلاحية لفظية لكن في جانب العمل في جانب العمل هم يقولون مثلا في حديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن هل نفي النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عنه هنا يعني أنه يكفره الجواب لا لأن حديث أبي ذر ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن زنى وإن سرق وإن زنى وإن سرق يدخل الجنة لأنه قال لا إله إلا الله هنا تجتمع النصوص وتأتلف كلها في معنى واحد أنك في حديث جبريل عندما جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور الإيمان والإسلام والإحسان سأله عن الإسلام قال الإسلام أن تشهد لا يلل الله وإن محمد الرسول وتقيم الصلاة تؤتي الزكاة الصمرة وتحج البيت إن صلاة إلى سبيل قال أخبرني عن الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر والقدر وتؤمن بالقدر خيره وشره فهنا ذكر عليه الصلاة والسلام معنى للإسلام وهو العمل الظاهر وذكر معنى آخر للإيمان وهو المعنى الباطن فهنا يظهر أن النص جمع بين اللفظين فكان لكل واحد منهما معنى مختلف عن الآخر لكن إذا قلت فلان مسلم أو جاءت في آية من الآيات أن الإسلام كذا أو أن المسلم كذا فهذا دليل على أن معنى الإيمان داخل في كلمة الإسلام المذكورة ونفس الأمر عندما تأتي كلمة الإيمان في آية أو في حديث وهكذا فبهذه الطريقة تنتظم الأدلة وتجتمع على معنى مهم جدا لكن كما ذكرنا الإمام أحمد مثلا يحرص جدا على التدقيق والتفرقة لأنه إن قيل فلان مؤمن يقول هذه فيها تزكية فيها معنى التزكية فكيف يزكى إنسان وهو يقع في الكبائر أو يترك الفرائض والواجبات فلذلك يفضل الإمام أحمد والذي صرح بذلك في أكثر من موضع أن هذا الإنسان لا يسمى مؤمنا لا يقال عنه مؤمن وإن كان لا يكفر الإمام أحمد المشهور عنه أنه يكفر تارك الصلاة وهناك رواية أنه يقول بكفر تارك أحد أحد المباني الأربعة يعني إذا ترك الصيام أو الزكاة أو الحج كذلك يكون كافرا لكن المشهور أنه يقول بكفر تارك الصلاة والوارد عن الصحابة مثل هذا أنهم كانوا لا يرون عملا تركه كفر إلا الصلاة تمام إذن هنا الإجمالي أنهم لا يكفرون مرتكب الكبيرة مرتكب الكبيرة ولا يخرجونه من دين الإسلام بخلاف الاختلاف أو الخلاف الذي وقع بينهم في حكم تارك الصلاة لكن الزنا والسرقة والربا وشرب الخمر وحتى القتل ما لم يحصل فيها استحلال فهم يقولون هذه كبيرة من الكبائر يوصف صاحبها بالفسقي ولا ينزع عنه وصف الإسلام لكنه لا يقال أنه مؤمن لا يقولون هذا مؤمن إنما يقولون هذا مسلم عاصي أو مسلم فاسق أو مسلم مذنب أو مسلم مرتكب لكبيرة لا ينزعون عنه وصف الإسلام لأنه إذا لم يستحل فليس كافرا وليس واقعا في الكفر نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعلى المسلمين أجمعين وعندما يتوب من الذنب الذي وقع فيه لا يطلب منه أن يدخل في الإسلام مرة أخرى إنما يكتفى منه بأن يتوب من الذنب وإذا كان معروفا مشهورا بين الناس أن يعلن توبته من هذا الذنب حتى يعود إليه وصف الإيمان مرة أخرى وحكم مرتكب الكبيرة ومسألة الكفر دون كفر والظلم دون ظلم والفسق دون فسق ستأتي في باب خاص يبين فيها البخاري أن المعاصي ليست كفرا لكنها بريد الكفر يعني هي مرحلة خطيرة جدا وخاصة الكبائر مرحلة خطيرة جدا على العبد قد تقوده إلى الكفر لكنها ليست كفرا بذاتها عندما يأتي ذلك إن شاء الله نتكلم عنه بتفصيل لكن الخلاصة هنا كما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقول لسعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه هذا الرجل الذي تراه أنت صالحا عنده خلل وعنده بعض مشكلات تجعلنا لا نطلق عليه وصف الإيمان لذلك يكفي أن نقول مسلما سعد يقول إني لأراه مؤمنا والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أو مسلما وكما ذكر في نهاية الحديث أنه عليه الصلاة والسلام يعطي أناسا ويمنع أناسا من واقع ما يعرفه في أمر صلاحهم أو فسادهم نسأل الله عز وجل أن يهدينا سواء السبيل أذكر بسرعة في النهاية بعض الفوائد التي ذكرها الإمام النووي رحمه الله قال في هذا الحديث الشفاعة إلى ولاة الأمر وغيرهم فيما ليس بحرام سعد يشفع لهذا الرجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها فهذا فيه حث على الشفاعة لمن يستحق مثل هذه الشفاعة قال وفيه أيضا مراجعة المشفوع إليه في الأمر الواحد مرارا إذا لم يؤدي إلى مفسده يعني النبي صلى الله عليه وسلم سمح لسعد لفضله ومكانته أن يكرر الكلام وهو عليه الصلاة والسلام يكرر عليه الجواب مرة أخرى دون أن يسجره أو أن يرد عليه ردا حدا قال وفيه الأمر بالتثبت وترك القطع بما لا يعلم القطع مسألة الجزم لأحد بالإيمان هذه مسألة محل نظر وحتى حديث إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان ضعفه الإمام أحمد رحمه الله وضعفه كثير من أهل العلم وإن كان المعنى العام الوارد في قوله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخر الآية هذا المعنى يفيد أن المحافظة على الصلاة في المسجد دليل على أن هذا الإنسان حريص على كل متطلبات ومستلزمات الإيمان قال وفيه أن الإمام يصرف الأموال في مصالح المسلمين الأهم فالأهم الأهم فالأهم قال وفيه أن المشفوع إليه إذا رد الشفاعة ينبغي أن يعتذر إلى الشافع ويبين له عذره في ردها شوف العلماء بيقف مع أدق الدقائق يعني النبي عليه الصلاة والسلام ليس فقط رد شفاعة سعد ابن أبي وقاص لا بل بيّن له السبب وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي يكفيه أن يقول للصحابي افعل كذا ولا تفعل كذا والصحابي ملزم أن يستجيب لأمر الرسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه من رأفته ورحمته عليه الصلاة والسلام يعلمنا ويعلم الأمة كلها من بعده كيف تدار هذه الأمور وكيف يكون الإمام وكيف يكون الوالي حريصا على رعيته رفيقا بهم متلطفا معهم في مثل هذه الأحوال قال وفيه أن المفضول ينبه الفاضل على ما يراه مصلحة لينظر فيه الفاضل لأن سعد مفضول ويتكلم في وجود الفاضل بل يراجع الفاضل وهو النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الحكم وتوزيع الأموال قال وفيه أن المشار عليه يتأمل ما يشار به عليه فإذا لم تظهر مصلحته لا يعمل به يعني الذي طلبه سعد لم يكن لازما للنبي عليه الصلاة والسلام لكن فقط ينظر فيه لو وجد فيه مصلحة قام به ولو لم يجد فيه مصلحة لم يقم به ولم يستجب لما يعرض له وأمر آخر ذكره العلماء وهو مسألة التزكية والمدح هل يمدح الإنسان نفسه أو هل يمدح غيره أمامه في وجهه المسألة محل نظر لأهل العلم والنظر فيها متعلق بالمصلحة يعني الأصل أن المسلم لا يمدح نفسه لا لا يزكي نفسه لكن في مواطن أمام الكفار وأمام أعداء الدين وأمام الزنادق والملاحدة وأهل البدع والضلالات الكبرى يجوز للعبد آنذاك أن يمدح نفسه وأن يرفع نفسه طالما كان في مواجهة هؤلاء كذلك مدح الرجل في وجهه الأصل فيها أنها ممنوعة وأنك لا تفعل ذلك خوفا عليه ورفقا به حتى لا يضعف قلبه ولا يفتن بنفسه لكن إذا لم تقش عليه الفتنة وكان الموطن يظهر فيه مصلحة من ذلك يجوز أيضا أن يمدح الإنسان في وجهه أسأل الله عز وجل أن يتقبل مننا ومنكم صالح الأعمال بهذا نكون قد انتهينا من اللقاء الثالث عشر من لقاءات شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري لو كان هناك أسئلة متعلقة بالموضوع نجيب عنها وإلا نختم أخ مصطفى بارك الله فيك وفي الإخوة جزاك الله خيرا شيخ مصطفى أعتقد ما فيش أسئلة متعلقة بالحلقة الحمد لله إن شاء الله الشرح وافي فنختم إن شاء الله نعم جزاكم الله خيرا أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وصلى الله وبرك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك أع satisfactory ويويد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شكرا شيخ مصطفى جزاك الله خيرا وشكرا لكم مع المجاهدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام شكرا لكم على المجاهدة ويرجى الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات شؤون إسلامية لنصرة قضايا الأمة شكرا